ايضا عندنا ملاحظة جديدة في قوله تبارك وتعالى قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها فننتبه الى الفاء الساكنة الفاء ضعيفة والسين قوية فعندما يتجاور القوي مع الضعيف فيطغى القوي على الضعيف فننتبه الى الفاء فالسين اقوى منها السين فيها الصفير فلا نقول يفسد هكذا يفسد يفسد نسمع بعض الناس من يقرأوا بهذا الشكل فلابد من العناية بهذه الفاء فنقول من يفسد بهذا الشكل